السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديو التالي اللعب التي نقدمه مرحبا بكل محبي وعشيق لعبة التنانين أسطورية أنا كلاعب مبتدئ أو كلاعب متوسط حصلت على أحد التنانين في هذه اللعبة تنين سماوي وأريد استخدامه كأساسي في تشكيلة القتالية ما هي التنانين التي تنصحني صديقي بالقيام بالاعتماد عليها أو كيف أقوم ببناء فريق قتالي بناء على التنين السماوي الذي استطعت الحصول عليه هذا بالضبط ما سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة سوف نتحدث أنه إذا استطعت الحصول على تنين سماوي واحد مثلا من هذه الفعاليات أو حصلت على أكثر من تنين ولكن الذي سوف تعتمد عليه هو تنين واحد فقط كيف تبني تشكيلتك القتالية بناء على هذا التنين أو يكون هذا التنين هو التنين الأساسي أو المركزي في فريقك القتالي ليس هذا وحسب وإنما عندما نقوم بالبناء سوف نعطي أمثلة لبناء التشكيلة القتالية وبالتالي سواء بهذا التنين أو بغير التنين عندما تريد بناء تشكيلة قتالية لا ربما أنا لا أقول بشكل مؤكد ولكن ربما هذه المعلومات تفيدك وطبعا صديقي لا تحتاج أن أذكرك أن كل ما سوف يريد في هذه الحلقة ويبقى عبارة عن آراء شخصية يعني هذه الحلقة تبقى عبارة عن آراء شخصية خاصة بعمال قد يكون ما سوف أقوله في هذه الحلقة صحيح وقد يكون ما سوف أقوله في هذه الحلقة خطأ لا أدعي أن كل ما سوف أقوله في هذه الحلقة هو صحح الآن في المجمل لدينا أربعة من التنين السماوية المتواجدة في هذه الفعاليات نأخذها تنين تنين وعلى أساسه نقوم ببناء التشكيل القتالية ننطلق للموسوعة للحديث أكثر وبتفاصيل أكبر حول هذه التنين وبناء الفريق القتال هنا صديقي أول تنين سوف نبدأ به وطبعا هنا نوعية الكتائب القتالية سوف تنقسم إلى قسمين القسم الأول وهو يتكون من أقوى التنين في هذه الفعاليات هذا القسم الصديقي سوف نقوم ببناء الكتب القتالية بغض النظر عن التنين إذا ما كانت تتواجد في التزاوج العادي أو لا تتواجد المهم كتائب قتالية مبنية على هذه التنين القسم الثاني سوف يكون خاص بالقيام ببناء كتائب قتالية بناء على التنين السماوي الموجود لديك وتنين أخرى متاحة عن طريقة التزاوج العادي لنفترض مثلا تنين أو لها عفوا لنفترض مثلا أنه لعب حصل على التنين سماوي واحد ولا يوجد لديه لتنين قادمة ولا تنين طاغية هذا اللعب أيضا يستطيع بناء تشكيل قتالية متكاملة إلى حد بعيد فقط من التنين المتواجدة عن طريقة التزاوج العادي نتتبع صديقي أول ما سوف نبدأ به هو تنين كرونوسيث كرونوسيث لديه ميزة ممتازة جدا ما هي هذه الميزة؟ وهو أن كل العناصر الموجودة لدى كرونوسيث هي مطلوبة في الزنزانة الصحيقة ولماذا نركز على الزنزانة الصحيقة؟ لأنه صديقي الزنزانة الصحيقة هي مفتاح اللعبة اللعبة التهيئة الأسطورية كنت جيدا في الزنزانة الصحيقة تحصل على عدد أحجار كبير ولديك نفس طويل للقتل في الزنزانة الصحيقة هنا سوف تستطيع حصد كل الجوائز في كل الفعالية بدون استثناء كنت ضعيفا في الزنزانة الصحيقة وفريقك غير جيد في الزنزانة الصحيقة سوف تخسر كل الفعالية تقريبا هذا قولا واحدا وباختصار شديد إذن ميزة كرونوسيث أنه لديه كل العناصر أو عناصره كلها مطلوبة في الزنزانة الصحيقة لدينا السماوي لدى الزنزانة الصحيقة إذن هنا لدينا دعم سماوي جيد لدينا الأرض ينفذ المهمات في الزنزانة الصحيقة لدينا النار ممتاز جدا ولكن إلى جانب كرونوسيث نحتاج إلى عناصر لاغنا عنها هنا مع كرونوسيث نحتاج إلى عنصر الماء عنصر الماء لو تواجد لدى الثنين تاغي سوف يكون الأمر ممتاز جدا وهنا طبعا نختار الماء لدى التنين التاغي بسبب تكامل التطويرات إذا كنا نقول على أنه تنين كوروناسيث سوف يطور على أساس دفاعي رغم أنه لدي عنصر النار وعنصر النار ينفذ المهمات فقط وبما أنه كوروناسيث سوف يطور على أساس دفاعي نحتاج معه إلى تنين تاغي قوي تنين تاغي قوي ولدي عنصر الماء إذن سوف ينفذ أيضا المهمات في الزنزالة الساحقة وسوف يدعم وطبعا هنا اختيار التنين التاغي كان مناسبا جدا لأن التاغي أيضا سوف يطور بأختم دفاعية وعجوبة زائد قابل وبما أنه الماء والتاغي يستفيد من هذه الأختم والتاقة لا يحتاج إلى أختم أيضا سوف يكون هذا هو الخيار المناسب الآن إلى جانب هذين الاثنين وهما تطويرتهم كلاهما دفاعيين ويكمل بعضهم البعض نحتاج إلى تنين هجومي لن نجد أفضل من فوفان لماذا؟ لأنه فوفان يقدم ضربة ثلاثية بالنار تنفذ الماء نعم يوجد لدينا هنا تكرار في عنصر الماء النار أعلم ذلك أعلم أنه للك تكرار ولكن في الزنزانة الساحقة نحتاج إلى العنصر بأكثر من طريقة معينة وأكثر تنفيذا كما قلت في بداية الفيديو كل لاعب يستطيع تطوير التنين كما يراها مناسبة أنا أردت لنقول التنين الهجوم الثالث هو تنين فوفان يعني يقدم لنا الرياح يقدم لنا القادم وكذلك لنقول يكرر لدينا النار وبالتالي لديك تنين ممتاز جدا في الزنزانة الساحقة طبعا الفريق يعني هذا الفريق الذي تشاهده بطبيعة الحال يحتاج إلى فريق آخر في عناصر أخرى مثل تكرار عنصر المياه وتكرار عنصر الأرض وغير من هذه المسائل حتى يكون داعما لأنه هذا الفريق لن يستمر طويلا سوف يقضى على فوفان أو على ميغرا أو على السيث وبالتالي تحتاج إلى إدخال تنين آخر يدعم الفريق ليستمر أكثر في المعاري هذه هي التشكيلة التي أجدها مناسبة بعض اللاعبين قد يختار بدلا من النار هنا مثلا يختار الضوء على سبيل المثال حتى يكون لدينا تكرار في العناصر أو عفوا يكون لدينا لنقول زيادة في العناصر أو يختار هنا الظل على سبيل المثال أو يختار لنقول عنصر النبات الفراغ غيرها من هذه الأمور تستطيع تغيير فوفان على حسب الحاجة ولكن أجد هذا يكمل هذا قولا واحدا الآن نتيجة التنين الثاني الذي يمكن بناءه الآن صديقي حتى لا أطل عليكم ننتقل مباشرة إلى الفريق الثاني الفريق الثاني صديقي لدينا فيه كرونو إيزيس كرونو إيزيس تنين جيد كتنين سماوي لديه عناصر يمكن تطويرها على أساس دفاعي لكن التنين ليس فيه غين في العناصر الفرق بينه وبين كرونو سيث أنه كرونو سيث كل العناصر الموجودة لديه مطلوبة في الزنزان الساحقة كرونو إيزيس أيضا لديه عناصر مطلوبة في الزنزان الساحقة لكن ليس بأهمية العناصر الموجودة لدى كورونسس أهمية العناصر الموجودة لدى كورونسس أهم من كورونوزيس لماذا؟ لأننا نحتاج في زنزانة السحقيقة إلى عناصر تنفذ المهمات وإذا تحدثنا عن عناصر تنفذ المهمات إذن النار والأرض وكذلك الماء من أهم العناصر هنا لنقل طورناه وخصوصا أنه كورونوزيس متاح للجامع إذا قمنا بتطوير كورونوزيس فإننا نحتاج إلى ثنين معه قوي يقدم الماء والأرض ولو اجتمع هذين الاثنين في تنين لنقول قوي وتنين إحسائيته جيدة على الأقل مقبولة سوف يكون لدينا تكامل بين التنينين أنا صراحة اخترت لنقول موموتو طبعا كان يمكن أن أختر تنين تاغيا على سبيل المثال ولكن هنا فضلت موموتو نظرا لأن دعمه بالمياه والأرض سوف يكون أفضل من هذا لنقول قناعة شخصية وأنا أستخدم التنينين معا لدي موموتو مطور ولدي لاتيس بيورا في الفريق الأول يعني أستخدم التنينين معا ولكن دعم المياه ودعم الأرض الموجود لدى موموتو يعتبر أفضل من لاتيس بيورا عن تجربة شخصية لهذا وضعته في هذا الفريق بالإضافة إلى ذلك بما أنه سوف يكون التنين القديم الوحيد في الفريق القتالي هنا سوف نطوره للمتطفل جماعيون حتى يزداد لنقول هذا الدعم لنقول فترات معينة من تطور اللاعب نحتاج إلى عجوب زائد قابول هنا طبعا سوف يكون لدينا تكامل فيما بين الأختم وبين العناصر وبين التنين الأساسي الذي نبني عليه هذا الفيلم كله وهو كرونو إيزيس إذن هنا موموتو سوف يكون جيد جدا نحتاج إلى التنين آخر سوف يستخدم على أساس هجومي وينفذ المهمة في الزنزانة الساحقة هنا استخدمت أغنيس نيفيزيوس هذا التنين المتواجد هنا نعم لديه الدرع الطاغي نعم يحتاج إلى أختم لنقول معينة لكن هذا التنين باجتماع العنصر الطاغي وكذلك لنقول النار وكذلك الطاقة في نفس السنين سوف يعطينا أداء رأي جدا طبعا هنا العنصر الطاغي أو التنين الطاغية ميزتها أنك تستطيع تطويرها وتطويرها وتطوير لنقول التطويرات ومكانها في الفريق على حسب ما تحتاج لأنه يمكن لك أو لديك مساحة واسعة لتنوع الأختم لديك مساحة واسعة لوضعها في أي مكان في الفريق تريده لهذا أجد أن هذا مناسب تماما وهنا بالتالي سوف يقول لدينا تنين لنقول فريق متكامل على حسب ما أرى لدينا المياه والأرض والقادم في نفس السنين لدينا لنقول الضوء دو ضربة ثلاثية الفرق بتطوير ممتاز جدا هنا يمكن تطويره بما أن هذا متطفل جماعي تستطيع تطوير هذا إلى تقص مظلمة وبالتالي سرقة التأثيرات الإيجابية هنا سوف تجد أنه لدينا هذا التنين تستطيع استخدامه عن جذر في الزنزانة الصحيقة وبالتالي سوف يعطيك آداء جيد جدا هذا الفريق أجده مثاليا إلى حد كبير نتقل صديقي إلى الفريق الثالث سوف نبدأ في الجزء الثاني من هذه الحلقة وهو تطوير التنين السماوية بناء على التنين الأخرى متاحة عن طريقة التزوج العادي هنا ملاحظة مهمة جدا صديقي وهي أن هذه التنين رغم أن إحصائيتها قد تبدو قليلة لديك ولكن تكامل العناصر طريقة القتال سوف تؤدي المطلوب وأكثر إذن هنا صديقي لا تشاهد إحصائيات الفريق وتقول أنه فريق ضعيف أو تنين ضعيفة مع ملاحظة أخيرة قلب لا نبدأ بشرح الفريق صديقي كل هذه التنين التي تشاهدها هنا يبقى القيام باستخدامها هو شيء مؤقت فقط يعني تستخدم هذا بشكل مؤقت حتى تحصل على ما هو أقوى منه تستخدم هذا بشكل مؤقت حتى تحصل على ما هو أقوى منه الآن لدينا كورنو أبيب كورنو أبيب يستخدم على أساس العنصر السماوي كذلك لديه عنصر المياه مع كورنو أبيب نحتيش إلى تنين تقدم لنا العناصر المطلوبة كتنين داعم لكرونو أبيب ويستخدم كجوكر في الفريق تستطيع استخدام تنين القبيلة القبيلة أو المجنح العاتيق أو الفيل أو تنين مارج كلهم لهم نساء العناصر ويمكن لك استخدامه سواء يقول لبعض الأصدقاء يا عمر تنين القبيلة تنين نادر وتنين على سبيل المثال المجنح العاتيق هو تنين ملحمي وبالتالي استخدام التنين الملحمي أفضل من من التنين النادر صديقي حتى لو استخدمت التنين لنقل الملحمي فأنت لن تطوره حتى تصل به إلى أختم ملحمية في النهاية سوف تطوره أقصى أختم تستطيع وضعها على التنين الملحمية نادرة بعدها سوف تكون حصلت على التنين قديم تنين تاغي وغيرها لهذا القول على أن التنين الملحمي أفضل من نادرة هو قول نسبي فقط لأنك لن تستمر بالتنين إلى مال النهاية الاستخدام يكون مؤقت التنين الدائم لكرونو أبيب في الفريق القتالي سوف يكون القبيلة أو لنقل الفيل أو لنقل المجنح العاتق أو مرج أو على حسب المهم لدينا تشكيلة العناصر كما تحتاجها لماذا القبيلة بالدات أو أحد الشقائي لأن مثل هذه التنين في الزنزان الساحقة استخدامها للعبين المبتدئين يكون ممتاز جدا لماذا؟ لأنها تقدم لنا كل العناصر المطلوبة في الزنزان الساحقة تقدم لنا الرياح باستخدام ممتاز تقدم لنا الأرض باستخدام ممتاز وكذلك تقدم لنا النار باستخدام ممتاز بالإضافة إلى ذلك فإنه لدينا هنا عنصر لنقول المياه نحتاج إلى الأرض الأرض يتوفر هنا نحتاج إلى الضربة ثلاثية تتوفر هنا نحتاج إلى عنصر الرياح لتنفيذ المهمة ولإضافة العدو يتوفر هنا إذن القابلة يستخدم بشكل داعم لكرونو أبيب مع القابلة وكرونو أبيب نحتاج إلى تنين هجومي متاحا طريق التزاوج العادي في اعتقاد الشخصي لن تجد تنين هجومي متكامل في عناصره مدمر للعدو أفضل من غبار النجوم لماذا؟ لديه تكامل في العناصر تكامل في العناصر كما قلت بالإضافة إلى إحصائيته المرتفعة كما تشاهدون هنا ولا لاحظنا أن نتحدث عن تنين متاحا طريق التزاوج العادي بالإضافة إلا أن آداؤه يعتبر مدمرا للعدو تستطيع استخدامه في الزنزان السحيقة تستطيع استخدامه في دور الساحة تستطيع استخدامه في خارطة حملة الأخطاء في أي مكان تستطيع استخدام هذا التنين هذه الكتلة التي تشاهدها هنا بالنسبة لللاعب المبتدين بالنسبة لأجيلها مناسبة ويمكن الاعتماد عليها مع التذكير على أنه استخدام هذه الكتلة أو هذه لنقول البيانات التي تشاهدها أمامك هي استخدام مؤقت نعم كرونو أبيب تستطيع لنقول التقدم به أكثر ولكن القبيلة والغبار النجوم تستخدمهم بشكل مؤقت حتى تحصل على التنين أفضل وبالتالي تغيرهم تدريجيا التنين الأخير المتواجد معنا في هذه القائمة هو كرونو هاديس كرونو هاديس كما نعلم بالنسبة للإحصائيات هو أقوى من تنين كرونو أبيب ولكن أبيب يتميز بتواجد عنصر الماء بينما كرونو هاديس لا يتواجد لديه عنصر الماء كرونو هاديس يحتاج إلى تنين لديه الماء ويوجد لديه لنقول الأرض ويكون تنين دفاعي بشكل كبير هنا بطبيعة الحال لن نجد أفضل من تنين صدع نعم تنين لنقل متواضع في إحصائيته ولكن كتنين لنقل للمبتدئين تنين دفاعي يمكن تطويره بشكل جيد ويعمل دائما في الفريق القتالي في البداية فإن الصداء يعتبر الخيار الأميز الخيار المميز لأنه يوفر لنا المعدن يوفر لنا المياه ويوفر لنا الأرض وبالتالي سوف يكون داعما ممتازا لكرونو هاديس مع صداء نحتاج إلى تنين هجومي سوف نعود إلى هذا التنين المتواجد هنا طبعا اخترته حتى لا أكرر العناصر بينما صديقي تستطيع اختيار تنين آخر على سبيل المثال تنين الموسيقى يكون لديه مثلا الطاقة والنار الطاقة والنار مثلا والظل سوف يكون أيضا خيار ممتاز وكذلك هنا طبعا سوف تكرر الطاقة كذلك تستطيع اختيار تغيير لنقل غبار النجوم على حسن ما تحب وما هو متوفر لديك وطريقة لعبك لأنه طريقة اللعب أيضا يكون لها دور في الاختيار عندما نقل صديقي كرونو هاديس واستخدامه وهل نستخدمه أولا هذا يبقى على أساس ما هو متوجد في فريقك القتالي وما تستطيع الحصول عليه أعتقد والله أعلم أنه الفروق المناسبة لهذه التنين بطبيعة الحال صندوق التعليقات مفتوح للجامع في إطار الاحترام بطبيعة الحال يمكن للجامع الإدلا بدلويه سواء لنقل باختراح تشكيلات أخرى أو بتصحيح هذه التشكيلات كل الآراء مرحب بها في إطار الود والاحترام أتمنى أن نكونوا فرق في هذا الفيديو ما زال في جعلة الكثير من الفيديوهات بدعمكم بإذن الله نستمر شكرا للمشاهدة هذا الفيديو